أشهد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي بما وصلت إليه العلاقات المصرية الألمانية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية مثل من النشاط الشركات الألمانية التي تستثمر في مصر ومعربا عن التطلع لمزيد من الاستثمارات والزيارات لوفود من رجال الأعمال من ولاية بافاريا لاستطلاع فرص التعاون الممكن بين الجانبين وخلال استقباله رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية ماركوس زودر أكد وزير الخارجية أن الشركات الألمانية الكبرى تلعب دورا بارزا في عملية التنمية في مصر في مشروعات تحديث البنية التحتية هذا واستعرض وزير الخارجية الرؤية الوطنية لجعل مصر مركزا للطاقة بمصادرها التقليدية والمتجددة بالمنطقة والإصلاحات الواسعة التي طلعت بها الحكومة المصرية لتحديث سياساتها الاقتصادية والمالية لجزب الاستثمار الخارجية مؤكدا التزام مصر بتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين من ألمانيا ترجمة نانسي قنقر